ازايكم يا فنانين يا رب تكونوا بخير النهاردة فيديو جديد في سلسلة تعليم الرسم الفري هند بطريقة نوميس احنا نتعلم نرسم بورتريهات نعملها في طريقة سكتشات سريعة كده النهاردة هنرسم الممثل ده هو ممثل تركي بس بعد كده انا عرفت انه ليه وصول ايطالية ما علينا يعني بغض النظر سواء عارفينه او لا فاول حاجة دايماً بيعملها وهي ان احنا نرسم الدائرة اللي هي بتكون متعبالينا عن بداية الجمجمة بعدين انا بحب ارسم السنتر لاين اللي بيعبرلي عن زاوية الوش بصفين بعدين نجزء البيضاوي اللي احنا بناخد منه الودان بقسمه بالطول وبالعرض كده بعدين من البيضاوي من فوق كده ببدأ امدى الخط اول خط بتاع منبط الشعر تاني خط بتاع العين ونهاية البيضاوي كده بيكون ده خط بتاع الانف وبيبدأ اسحب اعمل الخط بتاع الفك والده في المرحلة دي المفروض اكون حسة ان انا جبت زاوية الاتجاه او الاتجاه بتاع البورتري صح اه كملت الخطوط بتاعة الرقبة والكتف بدأت اول حاجة بالمناخير بما انه لابس نضارة فحسيت ان انا يعني احسن حاجة ممكن ابدأ بيها المناخير ومنها بدأت اعمل النضارة يعني انتو ممكن تحسوا انه هيكون اسهل علشان ما فيش عيون وفي نضارة بس الحقيقة ان لا يعني ان زاوية النضارة بتاعته وشكل الفريم بتاع النضارة مش بالسهولة دي زايت برضو التظليل بتاع النضارة مش بالسهولة دي فلا يعني هو مش هيكون اسهل قوي الا لو هو يعني حد من بيحبش خالص يرسم عيني بدأت الوقت اعمل الحطوط بتاع التحديدة الشعر كده اللي بيها هنقدر نرسم الوش من برا يعني بصوا انتو شايفين اللي حصل النضارة خلتني ارسم العصائر بتاعتها وده خليني اروح ارسم الودان ومن الودان خليني ارسم اللي هي السوالي دي ولا بش عارف اسمها ايه ومنها للشعر معين اكتشفت ان انا رسمت عين واحدة من النضارة فعملت الجزء التاني ايه يعني انا مش عارفة ليه دايما انو انا برسم حطة بتخليني تجريني الحطة تانية مش عارفة السبب بس يعني ايه معا علينا بعدين في المرحلة دي خففت كل الاوتلاين وقررت ان انا ابدأ شوية بقى ان احنا بتفاصيل اكتر نحاول نركز شوية في الشبه وان احنا نجيب الشبه بتاعه اكتر دلوقتي بعمل كده خطوط بسيطة للشعر وتعرفني ايه هي الاتجاهات في اللحظة دي بقى اللي ادركت فيها ان احنا اا الشبه مش هيبين طبعا غير بالشاق بودان وقدركت ان ده انا ايه اللي عملته في نفسي بجد ااااول بالاسف الش allora بودان هياخده ايه بياخده وقت علشان يتعاملهم من غيرهم الشبه ومستحيل يبين بدليل إنه لو حدا نعرفه في الحقيقة أم ربي شنبودقن وحلقهم بنحس إنه ما بقاش هو شكله تغير وبناخد وقت على ما نتعود عليه خدت قدم سنون السنون بتاعته أتقل شوية علشان نبدأ إنه الحاجات اللي بنعملها تكون واضحة أكتر بتعملها رب من الشنبودقن وألعب في أي حاجة تانية أنا عارفة إنه النظارة يعني واحدة كبيرة وواحدة صغيرة تيلقوش كل ده هزبطه إحنا أسفين للراجل ده اللي إحنا ظلمينه يعني دلوقتي بس الموضوع هيتحاسم لا تقلقوا تكملوا الفيديو للآخر عشان تشوفوا إزاي الرسمة ممكن يبقى شكلها وحش جدا وبعد كده تتحسن لا مفرم إنه إحنا نعمل الشنبودقن فبدأت بدقن إحنا عارفين أنا برسم دلوقتي الدقن والشنب بعمل اوتلاين بتاعهم يعني بحاول اعمل التحديدات بتاعتهم من برا بدلا ما بعملها بخطوط كده لأ بمشيها في كاني برسم شعر علشان نعرف اين مساحات اللي هتبقى شنب بدقني و اين مساحات اللي هتبقى طبع الخد المسافة اللي هتبقى متبقية من الشفايف للشنب وهكذا حاجات دي كلها بتفرق معنا في الشبع الرسمة دي دلوقتي حعمل نرسمها سكيتش سريع عشان كده طبعا وانا برسم الشنب بدقن مثلا بعمل شغبطة خطوط كده مش شعراية شعراية بعملها بطريقة عشوائية لانه ده سكيتش سريع ومش رسمة احترافية لما بنكون هدفنا ان احنا نتمرن على اوتلاين كتير ونحسن مستوانة في الفري هند لازم يبقى سكيتشات سريعة لانه وقت التضليل الاحترافي بياخد وقت اطول بكتير قوي فلو كل رسمة هنعد مثلا ساعة نعمل اوتلاين وعشر ساعات نظلل فكده هنلاقي ان احنا دايما مستوانة في التضليل اعلى بكتير قوي من مستوانة في اوتلاين وده اللي الاسف حصل مع معظم الرسمين والفنانين عشان كده ناس كتير قوي بتلاقي مستوها الطحفة في التضليل ومستوها ضعيف جدا في اوتلاين فبتكمل على طول مربعة لان هي مش قادرة توصل مستوها في الاوتلاين قدت تضليل غير بالمربعة فبيكون الحل ان احنا نعمل سكيتشات كتير سكيتشات حتى يا اما تضليل سريع زي اللي اللي نعمله او حتى من غير تضليل خالص بيبقى برضو كويس المشكلة بس ان التضليل ساعات هو اللي بيورينا ان احنا جبنا الشبه فعشان كده يعني السكيتشات السريعة انا بشوف هالحل الانسب والمثالي لاي حد عايز اه يطور نفسه ويحسن نفسه في الفري هند اه ما نجدبش عليكم كنت حسن لما ليش نفسه اظلل مسكتشات الفرشة وشوية بودر و اه مظللت الانف بيهم بس يعني برضو اه الاحسن نبقى ماشيين بايلام تضليل وحتى من غير تسيح خالص انتوا عارفين لو هنمشي بفرشة وكده يعني في اللي نهاتوات يعني نمشي بيها واحدة واحدة كده مش بنبقى بنرسم بالتصرع ده ولكن انا ببقى ممكن الواحد لما بيبقى بقى له كتير بيرسم بيقدر يتحكم بالادوات بتاعته احسن فبقدر لحد ما اصلحها ومن غير ما يبقى فيه بقع يعني كتير المهم برضو الضبابية بتاعت النضارة قدتها الاول بالبودر ويبعدين بالاستيكة كده ان نمسح اللمعات ونقدر ان احنا نضيف غوامق تاني بالاعلام انا كتنيتي سكتش اسرع من كده بس انا حب الرسمة جدا وحسن هي فيها تفاصيل مستفى الزاني ان انا نرسمها فكتنيتي ما اهتمش قوي كده اصلا بس يعني زي ما بقولك هي الرسمة شداني شوية ممكن على فكرة يعني نبقى نعيدها بالطريقة احترافية يعني حاسة ان هي ممكن يطلع منها فيديو حلوة قوي ورسمة حلوة بالذات كمان لو عملناها الوان يعني احنا هنا جربناها بالرصاص ممكن نبقى نجرب نعملها مع بعض الوان اشتركوا في القناة انا ادي شوية تزليل الشعر كده يدينا بس انه احساس بالاتجابة على الشعر فين تزليل بسيط كده للقورو عشان برضو بتفق قوي معنا في الشبع اشتركوا في القناة ممكن نزود تفاصيل اكتر بقى دي ايه براحتنا بحس دايما الموضوع ده كل ما بندله وقت اكتر شبه طبعا بيقرب والرسمة بتبقى احلى وهي بعد شوية حنتفها هي دي النتيجة ياربوا يكون الفيديو كان سهل وبسيط وعجبكم اكتبوا لي رأيكم في كومنتات وحطوا لي قلب دوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد اشوفكم على خير في فيديوهات كتير جاية يا فنانين باي باي اشتركوا في القناة